اشتركوا في القناة اشتغل في مزرعة عمه بالجهرى وهو في عمر صغير ثم عمل في التجارة وفتح الله له الرزق والبركة فظهرت اثارها عليه بكرمه وسخائه وكعادة المحسنين كان يسدد ديون المحتاجين ويساعد الفقراء ويترك لهم المواد والغذاء عند بيوتهم ليلا اعد فيصبحون ويجدون ما ترك لهم كان عبدالله الخلف يساعد الشباب على الزواج ويكرم عابري السبيل والمسافرين المنتقلين بين السعودية والكويت والبصرة ويقيمون في ديوانه فيكرمهم سواء يعرفهم ام لا كان اول من اقتنى سيارة من اهل الجهراء في عام 1927 فاذا ذهب الى الكويت نقل الناس معه ذهابا وايابا بلا مقابل وكان متخصصا باخبار اهل الجهراء برؤية هلال رمضان وشوال فينتظر بالمدينة فاذا ثبتت الرؤية عاد مسرعا للجهراء ليخبرهم وعلامته ان يطلق عدة طلقات من بدقيته اذا وصل فيعلم الناس بالخبر بنى عبدالله الخلف مسجده بالجهراء عام 1974 ويضم المسجد جانب مصلى للرجال ومصلى للنساء ومكتبة عامة تحتوي مراجع في مختلف العلوم التي تخدم الطلبة العلم ومن اعماله مسجد الجهراء القديم اذ ساهم المحسن عبدالله الخلف السعيد في تحمل مصاريف المسجد وتكفل برواتب الامام والمؤذن وعن مساجده التي اقامها خارج الكويت قام رحمه الله بانشاء بعض المساجد في عدد من الدول العربية والاسلامية منها مسجد في بلوشستان ومسجد اخر في حمانا في لبنان وحفر العديد من الابار في افريقيا وساهم كذلك في مسجد على نفقته الخاصة في افريقيا وافغانستان ومن اعماله بناء مدرسة الجهراء الابتدائية للبنين كما تبرع بقطعة ارض من مزرعته ليبني عليها مدرسة للبنين وتكفل براتب مديرها الذي بلغ ثمانين ربية شهريا وهو الشيخ ساير عبدالله الاعتيبي رحمه الله شهد الحاج عبدالله الخلف شهد معركة الجهراء والرقعي وساهم في بناء سور الجهراء في تلك الايام العصيبة توفي رحمه الله في مايو عام 1994 بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الخيري رحم الله رجل الخير رحم الله رجل الخير والإحسان وجعل أعماله في ميزان حسناته وأسكنه فسيح جناته ترجمة نانسي قنقر